الهزائم المتلاحقة التي تتلقها ميليشيات الحوث والمخلوع صالح في الجبهات العسكرية خصوصا في نهم وتعز دفعت الى انشقاقات عسكرية في صفوف الميليشيات معمقة خسارتها يأتي ذلك على خلفية اتساع هوة الخلافات بين شريك الانقلاب على الصعيدين السياسي والعسكري وصراع النفوذ والمصالح على مؤسسات الدولة في صنعاء هيمنة الحوثيين على المناصب العسكرية والمدنية وتهميش الشركاء من مؤيد المخلوع خلق حالا من التململ لدى هؤلاء مصادر عسكرية مقربة من قوات الشرعية تقول ان قيادات عسكرية وجنودا من الحرس الجمهوري انضموا الى الشرعية العقيد علي عبدالله مقطيب احد قيادات الحرس الجمهوري في نهم كان الاخير في سلسلة الانشقاقات تدعو كل القيادين الذين بيسموهم زنابيل ان ينضموا الى الشرعية ويمشي ووحظ واعكد لهم اني في قط الحرية مندو سدود صنعاء ولم اجد الحرية واحس بنفسي باني حظ الا بعد انضمامي مع قوات الشرعية الدعوة الاخيرة التي اطلقها نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر للقبائل وبقية الوحدات العسكرية بالانضمام للشرعية والانسحاب من صفوف الانقلابيين لقيت صدا كبيرا وتجاوبا من القبائل والقيادات العسكرية في صنعاء ومحيطها مصادر سياسية في صنعاء تتوقع انشقاق عدد كبير من الموالين للمخلوع صالح وقيادات حزبه خلال المرحلة المقبلة بعد ان سيطر المتمردون الحوثيون على المفاصل الامنية والعسكرية والاقتصادية في صنعاء واصبح المخلوع هو الطرف الاضعف يذكر ان القيادات التاريخية وشخصيات الصف الاول لحزب المؤتمر الشعبي العام انحازت الى الشرعية عقب الانقلاب مباشرة وغادرت صنعاء من ضمنهم اسماء تتولى اليوم واجهة الحكومة الشرعية